ربي يعطيكم ألف عافية معكم أخوكم محمد أبو العز من صفحة موقع أبو العز بيولوجيا وبما إنه هذا الفيديو هو أول فيديو بشابتر 3 شابتر الخلية رح نعمله فرح يكون في مقدمة صغيرة بديكم تسمعوها أول شيء أي شيء أنا بشرحه فهو تجارة مع رب العالمين أنا بحتسبه والله يجعل أجره في ميزان حسناتي وبرضو في ميزان حسناتكم بالإضافة الله يجعل أجره في ميزان حسنات دكتور أو دكتورة المادة اللي أنشأوا هاي السلايدات أنا اعتمدت السلايداتهم بالشرح تمام لنهي المعتمدة عنكم وإنتوا رح تمتحنوا بلاء عليها وبإذن الله تعالى في دورة أنا أعملها هاي الدورة رح يكون فيها أشياء أنا مجهزها من تلخيص من كوزات من بإذن الله طبعا تمام من خلن نحكي مراجعات من حتى أسئلة على كل موضوع من تقسيم تست بانك بنك أسئلة كل شيء بتحتاجوه في المادة رح يكون موجود بإذن الله تعالى ضمن هاي الدورة هاي الدورة رح يكون سعرها شبه مجاني وطريقة الاشتراك وطريقة التسجيل وكل إشي بحكون مبسط وميسر هي تجارتي مع رب العالمين زي ما حكيت لكم وكل تفاصيل الدورة من محتوياتها أو من طريقة التسجيل والاشتراك رح تلاقوها بالتسكريبشن لهيك ضروري تطلعوا على التسكريبشن الشغل الثاني بإذن الله تعالى رح يكون فيه جروب خاص لجميع الطلاب إن كانوا مسجدين بالدورة أو لا هاد القروب انضموا إلو وأنا رح يكون أنشر فيه شغلات عامة شغلات مجانية للجميع بإذن الله تعالى ومنفس الوقت رح يكون معاكم لو أنتم حتشتوا أي سؤال فبتنوروني بإذن الله تعالى وقدمي سريعة يا رب أتمنى أن نكون الجميع سماحها قليلا نبلش على السريع بسم الله بهذا الشابتر هنحكي عن الخلية شو معنى خلية بالبداية لو إحنا إجينا على الكائن الحي الإنسان الإنسان بتكون من إيش؟ بتكون من وحدات بنائية صغيرة هاي الوحدات شو اسمها؟ اسمها الخلايا زي مثلا لما نيجي على البيت لو إحنا إجينا على ناطحة سحاب ناطحة السحاب هاي بتتكون من إيش بالأساس؟ إيش الوحدة البنائية إلها؟ بلوكات بلوكس هاي بلوكات أو البلوكس أو حجارة البناء صفيتها مع بعض ورتبتها سويا فأعطتني تفاصيل ناطحة السحاب أعطتني الغرف الموجودة أعطتني الطوابق الممرات وبالنهاية كونتلي هاي ناطحة السحاب كاملة ولو جئنا على الإنسان رح نلاحظ نفس الشيء رح نلاحظ في جسد الإنسان إنه رب العالمين أوجد الوحدة البنائية هي الخلية ومجموعة الخلايا المترابطة مع بعض لما ترتبطوا مع بعض رح يشكلوا لي إيش؟ رح يشكلوا لي تفاصيل جسم الإنسان من أعضاء ومن أجهزة وهاي الأعضاء والأجهزة بالنهاية رح تكون لي جسد الإنسان يعني الإنسان أو الكائن الحي بشكل عام بتكون من وحدة بنائية اسمها الخلية مثل ما المباني الضخمة بتتكون من وحدة بنائية اسمها حجارة البناء هاي النقطة الأولى طيب النقطة الثانية فيه علماء درسوا هذا الموضوع ودرسوا مكونات جسد الكائن الحي والإنسان فتوصلوا إلى الأفكار اللي حقتلكم إياها توصلوا إلى فكرة إنه جسم الإنسان وجسم الكائن الحي بتكون من وحدات بنائية اسمها الخلايا وطبعا إجوا اكتشافاتهم العلمية نشروها ضمن نظرية سموها السيلثيوري نظرية الخلية هاي نظرية الخلية اللي هي السيلثيوري أو السيلدوكترين نفس المعنى هاي النظرية فيها عدة بنود وهاي البنود هي اكتشافاتهم العلمية فإحنا مطالبين وضروري نكون عارفين السيلثيوري شو البنود اللي فيها وغالبا بإذن الله رح يكون فيه فيديو على طريقة حل أسئلة هذا الجابتر بإذن الله تعالى ورح يكون طبعا ضمن الدورة بإذن الله تعالى طيب إيش البنود إيش البرينسيبلز البنود الأساسية لهاي النظرية ثلاث بنود لازم نكون حفظينها أول بند جميع الكائنات أو الأشياء الحية تتكون من خلايا فالخلايا هي الوحدة البنائية الأساسية لكل شيء حي and cell products يعني كل الكائنات الحية تتكون من وحدات بنائية شو اسمها؟ اسمها السل الخلايا طيب هاي الخلية الخلية الواحدة هي تعتبر is the smallest unit that except life الخلية الوحدة هي تعتبر أصغر وحدة smallest unit except يظهر عليها the characteristic of life or يظهر عليها life هي أصغر وحدة أو أصغر شيء في الوجود يحتوي على الحياة يعني أصغر من الخلية ما في حية يعني مكونات الخلية لوحدها هاي مش حية الخلية كاملة هاي أصغر إشي بكون فيه حية فمعناتوا صار أنه نقطتين أول نقطة كل الكائنات الحية تتكون من خلايا النقطة الثانية أنه الخلية هي smallest unit هي أصغر وحدة تحتوي على الحياة طيب النقطة الثالثة النقطة الثالثة هاي الخلايا من إيش؟ مصدرها أو منشاها اكتشفوا العلماء أنه الخلية الواحدة تمام؟ بتنقسم وبتعطيني خلايا جديدة فالخلايا الجديدة لو يجيد أنا أطلع أشوف منشأها من وين رح أجد أنه منشأها خلية قديمة خلية سابقة فجميع الخلايا تنشأ من خلايا سابقة pre-existing cells فأنا عرفت أنه الخلايا هي اللي بتكون الكائنات الحية عرفت أنه الخلية هي أصغر جسم في الوجود يحتوي على الحياة وعرفت أنه هاي الخلايا منشأها خلايا سابقة أقدم منها يعني الخلية الجديدة بتنشأ من خلية أقدم منها أو من خلية قديمة والخلية القديمة بتنشأ من خلية أقدم وهكذا طيب أنا عرفت السلطيري هسا بدي أجي أحكي عن أنواع الخلايا أنا عندي نوعين رئيسيات من أنواع الخلايا هذول النوعين بناء على شو إحنا صنفناهم بناء على تركيبهم الداخلي فالخلايا يقسموا إلى نوعين رئيسيات بناء على internal organization التركيب الداخلي يعني شو موجود جوات هاي الخلية شو مكونات هاي الخلية فبناء على التركيب الداخلي جميع الخلايا يصنفوا إلى نوعين شو هذول النوعين يو كاريوت برو كاريوت يو كاريوت برو كاريوت هسا في البداية نفهم شو معنى يو كاريوت شو يعني برو كاريوت لغويا بعدين بنفهم المعنى البيولوجي المعنى اللغوي كاريوت معناتها نوع ولازم نعرف أن الخلية لازم يكون فيها مركز رئيسي يتحكم فيها اسمه النوع هسا الخلايا اللي اسمها يو كاريوت يو يعني حقيقي يعني true يعني موجود فيو كاريوت يعني خلية يوجد داخلها نوع أما برو كاريوت برو يعني بداي يعني أولي يعني before قبل يعني مش موجود فلما أقول برو كاريوت يعني خلية ما فيش فيها نواة ما فيش فيها مركز التحكم الرئيسي فصارت الخلايا نوعين يو كاريوت فيها نواة مركز التحكم الرئيسي برو كاريوت ما فيها نواة ما فيها مركز التحكم الرئيسي هاي صورة لبرو كاريوت و هاي صورة ليو كاريوت هون منشوف النواة هاياتها لونها بنفسجي دائرة بنفسجية هون ما فيها هاي الدائرة البنفسجية طيب هنيجي نحكي هسا عن خصائص اليو كاريوت خصائص البرو كاريوت نقارن ما بينهم وبإذن الله تعالى هذا بيكون محتوى الفيديو الأول من جابتر ثلاث طيب نبلش أول إشي بالخلايا اليو كاريوت نحكي عنها شوي نشوف شو مكوناتها طبعا هون بقولولنا إنه اليو كاريوت سل تمام اللي هي زي خلايا الهيومن الإنسان إحنا خلايانا يو كاريوت فيها نواة عرفنا معنى يو يعني ترو يعني إشي موجود وكاريوت يعني نواة يعني النواة بتكون موجودة فيهم تقريبا كل الخلايا اليو كاريوت فيها ثلاث مكونات رئيسية شو إنه هذول الثلاث مكونات الرئيسية أول مكون لازم يكون اللي هو الحدود طبعا ملاحظة بسيطة أنا دائما لما أشرح هذا الموضوع في أي جامعة في أي بلد بفضل رب العالمين بشرحه بطريقة معينة رب العالمين العظيم لما خلق الكائنات الحية والإنسان وخلق الوحدة البنائية الرئيسية أصغر وحدة فيها حياة اللي هي الخلية خلقها عاملة زي كأنها مملكة كاملة وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطول عالم الأكبر زي كأنها مملكة كاملة هاي المملكة أي مملكة في الدنيا لازم يكون إلى حدود صح؟ فالخلية تحتوي على حدود وأي مملكة في الدنيا لازم يكون فيها مركز تحكم أو خلينا نحكي لازم يكون فيها حاكم وهذا الحاكم قاعد بقصره والخلية فيها قصر يحتوي داخله على حاكم وأي مملكة في الدنيا لازم يكون فيها مرافق هاي المملكة العامة المرافق العامة المؤسسات والشركات الموجودة والشوارع والخلية فيها هاي المرافق العامة فأنا عندي ثلاث مكونات للمملكة ونفس الوقت هاي الثلاث مكونات بلاقيها موجودة في الخلية فأول مكون من مكونات الخلية وهو الحدود لحنا بنحكي عنها البلازمة ممبرين الغشاء البلازمي أو مراتي بنحكي عنه السل ممبرين نفس المعنى الغشاء البلازمي أو الغشاء الخلوي وهو عبارة عن هو عبارة عن الغلاف الخارجي اللي بيغلف هاي الخلية الجميلة بنفس الوقت كل مملكة في الدنيا قلنا لازم يكون فيها إيش؟ لازم يكون فيها قصر الحكم ونفس الإشي الخلية فيها نيوكلياس ما يعني نيوكلياس؟ يعني نواة فالنواة هي قصر الحكم وهي أبرز علامة بتميز الخلايا اليوكاريوت الخلايا حقيقية النواة التي تحتوي على نواة تحتوي على قصر الحكم فالنواة هي قصر الحكم وداخلها بيكون الحاكم وهي اللي بتتحكم بكل شيء داخل المملكة داخل الخلية نيوكلياس هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن قلنا زي القصر هي عبارة عن membrane bound compartment هي عبارة عن أخشية أو غلاف كبير داخل هذا الغلاف اللي هو عامل زي القصر جوه هذا الغلاف بلاقي الملك مين الملك؟ الـ DNA الجينتك ماتيريال الـ DNA المادة الوراثية معناته النواة هي عبارة عن ملك DNA مادة وراثية قاعدة تمام؟ وحواليها القصر القصر أو الهاوس المنزل هذا الهاوس أو القصر اللي هو بيكون عبارة عن شو؟ عن شو؟ membrane bound عبارة عن غلاف فغلاف جواته DNA هذا هو النواة طيب وزي ما قلنا أنه اليوكاريوتيكسل معظم أو حتى جميع اليوكاريوتيكسل تحتوي على نواة خلينا نحكي موست معظمهم فيهم نواة طيب المكون الثالث اللي هو عبارة عن المرافق العامة جوات المملكة هسا المملكة قلنا حدود بلازم أمبرين قلنا قصر الحكم والحاكم اللي هو النواة وجواته الـ DNA طيب المرافق العامة الشركات المصانع السيارات الشوارع تمام؟ المرافق العامة هاي مكونات الدولة مكونات ومرافق المملكة المملكة منسميهم إيش؟ سايتو بلازم اللي هي السيل ماتيريال اللي مكونات العامة الموجودة داخل المملكة داخل الخلية وهاي المكونات تمام؟ إيش مكتوب عليها؟ هي عبارة عن everything كل شيء inside cell داخل الخلية ما عدا النواة يعني كل إشي جو الخلية منسميه سايتو بلازم ما عدا مين؟ ما عدا النواة ما منحكي عنها سايتو بلازم هاي نيوكلياس هاي قصر الحكم فصار زي كأنه الخلية بتتكون من سايتو بلازم ونواة وغشاء بحيط فيهم اللي هو البلازم ممبرن طيب لو جيت على السايتو بلازم هاض بلاقي السايتو بلازم يقسم إلى شغلتين إلى شيئين شو هذو الشيئين؟ يقسم إلى شوارع أرض شوارع تمام؟ أرض الخلية شوارع زائد مين؟ زائد الشركات اللي بتكون موجودة أو موزعة على هاي الشوارع الشركات والمصانع منسميها الأورغانيلز أما الشوارع هي عبارة عن سائل بيكون بغطي كل إشي جوا الخلية منسميه سايتو سول يعني لما أنا أجي أطلع داخل الخلية رح ألاقي في عندي النواة والسايتو بلازم رح ألاقي أنه السايتو بلازم مقسوم إلى قسمين إلى جزء سائل ماء مي وإلى جزء بيصبح جوه هذا السائل السائل اسمه عامل زي الشوارع في المملكة اسمه سايتو سول أما الجزء الصلب اللي بيصبح جوه هاي الشوارع اللي هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن مرافق عبارة عن أدوات جوه الخلية أدوات ممكن تنتج طاقة أدوات ممكن تنتج بروتين أدوات ممكن تنتج لبعض المواد تسويه لبعض الوظائف زي كانها أعضاء الخلية فشو بنسميها؟ بنحكي لها أورجانيلز معنى كلمة عضو يعني أورجان احنا سميناها أورجانيلز يعني إيش؟ عضيات تصغير أورجان لتل أورجان أورجانيلز ونحكي عنها إن شاء الله بالفيديو الجاي وطبعا هاي الأورجانيلز بتقوم بعدد من الوظائف بعض الوظائف بالخلية وبتكون بتسبح جوه السايتوسول ومين اللي بيتحكم بكل إشي بالسايتوسول وبالأورجانيلز وبكل إشي النوع فإحنا هيك حكينا عن الخلية بشكل كامل بس أي نوع من خلايا هاد؟ هاد خلايا يوكاريوت خلينا نيجي نحكي هسا عن الخلايا النوع الثاني اللي هي لبروكاريوت لبروكاريوت سل هاي خلايا ما فيشي فيها نيوكلياس لك أن نيوكلياس ما فيها نيوكلياس ما فيها نوع ولإنها بدائية وقديمة وما فيشي فيها نوع أغلب الأورجانيلز مش موجودة كمان يعني أغلب مكونات السايتوبلازم الأورجانيلز هاي الأدوات هاي الأعضاء الأدوات اللي موجودة في الخلية اللي بتصنع في الخلية شغلات ومكونات تمام؟ هاي الليت الأورجان مش موجودة طبعا عرفنا برو معناتها before وكاريوتس معناتها نوة يعني هاي خلايا ما فيها نوة طيب هس هاي الخلايا احنا اخذنا يوكاريوتس مثال عليها الانسان الانسان خلايا يوكاريوتس بينما البروكاريوتس مثال عليها البكتيريا البكتيريا هاي كل خلايا جسد البكتيريا البكتيريا بتكون تتكون بالأساس من خلية واحدة تمام عكسنا احنا تلريونات الخلايا هم لا خلية واحدة وهاي الخلية شو بتكون بروكاريوتس يعني البكتيريا بتتكون من خلايا بروكاريوتس والإنسان يوكاريوتس طيب لو جينا نشوف شو مكونات الخلايا لبروكاريوتس رح نلاقيها يعني إحنا زي كنا بنحكي عن دولة فقيرة جدا مملكة ولكن مملكة فقيرة جدا هاي المملكة إلى حدود فيها بلازمامبرين عادي ولكن بالأغلب إنه بيكون عندنا بلازمامبرين غشاء بلازمي محاط بسلول بجدار آه يعني بالخلايا اليوكاريوتس مش شرط يكون في عندي سلول مش شرط يكون في عندي جدار ولكن بالبروكاريوت شرط أساسي إنه يكون في عندي جدار عندي غشاء بلازمامبرين حوالين هذا الغشاء جدار عادة الدول خلينا نحكي اللي مش متقدمة البدائية بتكون متحجرة بالفكر صح فهي بتكون عندها حدود وهاي الحدود حواليها زي جدار ما بتتعامل ما عندهاش انفتاح مش بتتتعاملش مع غيرها تمام نفس الإشي الخلايا هاي البدائية ما عندهاش انفتاح بتتعاملش مع غيرها فالغشاء الخلوي اللي بحيط فيها اللي هو حدود الدولة محاط برضه فوقي في جدار اسمه جدار الخلوي سلول طيب بنفس الوقت لما ندخل على هاي الخلية من الداخل ما فيش شي قصر حاكم ما فيش شي قصر في حاكم بس ما فيش قصر في دي أن اي ولكن ما فيش القصر ما فيش نيوكلياس بدل لنيوكلياس بتكون في منطقة هيك صغيرة زي الخيمة منطقة صغيرة تمام بكون فيها الدي أن اي هاي المنطقة شو اسمها نيوكليويد فبدل لنيوكلياس عنده من يوكليويد هاي المنطقة ما فيش شع فيها او مش محاطة لا بأخشية ولا بإشي تمام عاملة زي حفرة فيها بكون موجود الحاكم اللي هو دي أن اي فعنده من يوكليويد نط انكلوز مش محاطة بأي أخشية نهائيا وبكون داخل هاي المنطقة عندي جيناتك ماتيريا عندي الحاكم اللي هو دي أن اي وآخر جزء من الخلايا البروكاريوتس اللي هو ايش السايتوبلازم اللي هو المرافق العامة والشوارع مكونات الخلية الأخرى مع دا النوع تمام منلاحظ انه السايتوبلازم اللي عندهم ما فيش فيه معظم الأورغانيلز ما فيش فيه معظم العضيات معظم الأورغانيلز اللي بتنتج طاقة واللي بتعمل وبتنتج بروتين وبتسوي مش موجودة عندهم معظم العضيات اللي باليوكاريوتس يعني اليوكاريوتس فيها عضيات كثير كلياتهم البروكاريوتس معظمهم مش موجودات اليوكاريوتس فيها نوا البروكاريوتس ما فيش فيها نوا فيها نيوكليويد بدالها اليوكاريوتس حكينا انه مثال عليها الانسان والحيوان نفس الاشي والنباتات والفطريات اما البروكاريوتس مثال عليها مين البكتيريا فقط بكتيريا ونعمل بكتيريا بنحكيله الاركيا طيب فلو هننزلنا لتحت لهذا السلايد له السلايد الأخير بإذن الله بحاططنا مقارنة ما بين البروكاريوتس واليوكاريوتس فالبروكاريوتس سيل إيش مكوناتها قلنا فيها بلازم أمبرين وفيها الجنتيك ماتيريا للديان اي موجودات في النيوكليويد وفيه سايتو بلازم لا يحتوي على معظم العضيات عبارة عن سايتوسول وعضي عضيين بس مش كثير أما اليوكاريوتس وضع مختلف قلنا فيها بلازم أمبرين برضو وفيها الجنتيك ماتيريا اللي هو الديان اي موجود جوات النيوكلياس محاطبة أخشية محاطبة غلاف جو النواة زائت في عنا السايتو بلازم اللي بتكون من سايتوسول سائل زائت كل الأورغانيلز كل العضيات فهونا بقولولنا إنه البروكاريوتس ما فيش فيها نواة والديان اي بكون بالنيوكليويد أما اليوكاريوتس فيها نواة والديان اي بكون إلو بيت إلو بيت مكون من أخشية بتحيط فيه اسمها النيوكلياس النواة بنفس الوقت البروكاريوتس ما فيش فيها معظم العضيات نو ممبرين باوندد أورغانيلز فيش فيها عضيات أما اليوكاريوتس بيكون فيها العضيات كاملة الممبرين باوندد والنون ممبرين باوندد جميع العضيات بتكون موجودة طيب مثال على بروكاريوتس اللي هو البكتيريا بشكل رئيسي ومثال على كائنات فيها يوكاريوتس اللي هم الطلائعيات الفطريات النباتات الحيوانات الإنسان كلهم يعني تقريبا كل الكائنات يوكاريوتس ما عدا هذول البكتيريا تحتوي على خلايا بروكاريوتس احنا هيك خلصنا الجزء الأول ورب يعطيكم ألف عافية